بكرة في مناسبة وطنية عظيمة وغلي علينا كلنا ذكرة مرور 72 سنة على ثورة 23 يوليو اللي بتعتبر ملحمة وطنية توحد فيها الشعب مع الجيش عشان تعود مصر مرة أخرى للمصريين أهم حاجة بتميز ثورة يوليو إنها كانت ثورة بيضاء ما كانش فيها نقطة دم واحدة كانت ثورة على الفساد، على الاستبداد، على القهر وعشان كده هتفضل المناسبة التاريخية دي حضرة دايماً في وجدان الشعب المصري كله إنجازات عديدة تحققت بفضل ثورة 23 يوليو زي القضاء على الإقطاع والاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وإلغاء الملكية ووضع أسس للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري طبعاً ثورة يوليو حققت إنجازات عظيمة زي إرساء مبادئ للعدالة والمساواة طبعاً ما ننفعش ننكر أبداً التغيير اللي عملته في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم التالت كلها دفاعاً عن حرية الشعوب وحقهم في تقرير المصير كل سنة وحضراتكم طيبين وآمنين في بلادكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبتحتفلوا دايماً بتورطنا اللي عملها المصريين مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر